سيد رئيس أخوات والإخوان لأننا هنا مناضلون ومناضلات سعيد أن أكون بين أحضان أخوات والإخوان الشباب والمرأة والقيادة الحزبية للتجمع الوطني للأحرار سيد رئيس البرح كانت نتائج جيروحة المعركة كانت عندها دلالات وشخصياً في تدبير هذا الملف للانتخابات في المضيق الفنيدق كانت عندي وجهة نظر وأحترم وجهة نظر الأخرى أنه نريد أن ندره واحد امتحان للتجمع الوطني الأحرار على أرض الواقع بعيداً على ما ذكرت الأخت ياسمين هدوك اللي كي ضربوا في التجمع أو في السيد الرئيس وكالجواب من عند المواطنات والمواطنين أنه أعطاول التجمع الوطني الأحرار طبيعة الحال في شخص الأخ الحاج المرابط السوسي اللي كان وجهه التحية على الصمود دياله أن الجواب كان طلع من القاعدة ما بشتاشي وزير كيدير الحملة من التجمع الوطني الأحرار والإخوان في القاعدة بالشباب والمرأة والإخوان والإخوان والطانجا والتطوان والإخوان المضيق والفنيدق والجميع أنك ت وقد كنت تتكلم غير في التجمع الوطني للأحرار لا تريد أن تتحدث عن هذا الموضوع لا تريد أن تتحدث عن هذا الموضوع أريد أن نرى ما هي المبررات التي ستخرج لكن يبررون هذه النازحة وعودوا إلى الفشل لهم ولا تضع الله بكل امتياز وتمت في المصادقة على مصار الثقة وكانت الاجتماع المجلس الوطني واستكمال الهيئة للبناء الحزب خلعنا عباد الله طبيعي خرجوا مني وقفنا إحنا العمال وقلنا باش نعود نتنفسو باش نتنطلق العملية تخلعوا نظروا كيف يضربوه وغايد يديروه في الوقت للتجمع الوطني الأحرار كيف فكر في مشروع بديل في التنمية في معالجة الإشكالات مقترحات حلول نظروا كيف يضربوه في الأشخاص كيف يضربوه في الأشخاص تشكيك في المؤسسات تشكيك في القدرات المغرب تشكيك في جميع المسؤولين في البلاد ما هذا مشروع السياسي ما هذا مشروع السياسي نحن نطرحوا السؤال إذا قالوا إن لم يوجد مشروع السياسي لا يجب أن تشاركوا معنا في الانتخابات وفي العمل السياسي وفي تدوير الشئ اللي عام وإذا كان هناك كان هذا مشروع سياسيا فهنا تكمن الخطورة لأنه بدأوا من 2010 وبدأوا تشكيك في البرلمان تشكيك في الأحزاب تشكيك في الزعامة تشكيك في المؤسسات الدستورية تشكيك في الجماعات الترابية في الرؤساء ديالجماعات الترابية بمختلف أصنافها تشكيك في الجماعات الترابية ولكن لا تشكيك في المقاعد التي يسمح لهم لكي يدوزوا الدور الثاني في تنفيذ المشروع ديالهم وكان الافتخار بشكل نموذج في الشمال في تركيا نرى النتيجة كيفية في 2000 وجوج لمدخل الزعيم والليرة كانت فيها الانفلاسيون طائحة ودب النتيجة ديال الليرة كيفية حالتها والصد على رأس العالم هذا النموذج لكيف تخرجوا به إذا وشنا بغين أخوات والإخوان الشباب أنا مش مشكي لباش ترجع التقاء في العمل السياسي أو ترجع التقاء في المؤسسات لأنها كين اللي كدمن لها جلالة الملك نصر الله والضامن جلالة المؤسسات أن المعركة هي معركة مشروعين مجتمعين مشروع ديالنا اللي كندفو عليه كم غاربة كاملين ولي عيشنا فيه وكبرنا ومشروع آخر دخيل كيحمل واحد العنوان جل القومية واللي كان بداه في ستينات ومنجحش وتبعاتوا بلا بش ما نذكرش التاريخ را كلكم كتعرفوا التاريخ اليوم كان عملوه بصيغة أخرى إذا كانت الشعوب المتطورة والشعوب المتقدمة تفتخر بالنجاحات تفتخر بنجاح السياسي تفتخر بنجاح الرياضي تفتخر بالنجاح ثقافي متقاف كبير كيمتل البلاد رياضي كبير كيربح ميدالية سياسي كيكون قدم مشروع تفتخروا كذلك بالنجاحات الاقتصادية أن المقاولات الوطنية لما كت كتطلع كيف تفتخروا بها لما كنشوفوا الرئيس الفرنسي يتنقل ومعا الكاكرونت في الطائرة كيف تفتخر بهم في الدول الأخرى وغير ذلك نحن نحطموه في الاقتصاد نحطموه النجاحات بمعنى ماذا؟ تشكيك في المؤسسات السياسية تشكيك في الأحزاب البرلمان تشكيك في الاقتصاد الوطني تشكيك في العمل الجمعوي تشكيك في الجماعات الترابية ولا حديث تشكيك فيه ويمكنها ما زي غير ماذا مميزي لماذا؟ لماذا؟ إذا إذا أردت لنائجة اريد أن يفرج البلد لكي تشكيهم الوضع ويضعون انوانا تشكيون بأنوانا موجودة لديها الأولياء الصالحين لديها التجمعات والتجمعية اللي ما غيخليوهمش ما غيخليوهمش ما غيخليوهمش و من هاد المنبر كنقدم تشكرات ديالي ماشي تشكرات يعني كتر ما عنديش باش نعبر ديك الساكينة دي المضيق الفنيدق اللي خرجات البارح كتتعبر بهذه الطريقة تلقائية رغم كل ما يقال مارتي المضيق الفنيدق العليين وباليونج باش ما ننسى تشي واحد شكرا شكرا لدوك الساكينة ودوك المواطنين اللي وضعوا التق لأنهم ماشي صوتوا على الحاجة المرابط السوسي بقدر ما مصوتوا على هذا المشروع ديال المواجهة الذين يرغبون في تخريب البلاد ونحن صامدون لهناك جي المسؤولية مضاعفة عليكم الشابات والشباب هل تكون فيهم السوسيديانة ولا السوسيديانة 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 الشمال ماشي السوسيديان الجانوب بجوج كمغاربة هذه بلادنا مكارين هاش الهجرة ظاهرة مجتمعية تاريخية قديمة جدا تتنقلوا الشعوب ولكن ماشي بالأسلوب ديال الحريق ولا الأخت أنا كانت تقسم معه وفخور ما بالخطاب السنة الماضية ديال القيادة الشبابية والخطاب ديال اليوم أنا فخور بأنه اليوم سنرتاح ونمشي ونقول كين الخلف وجد سنزيدوا المقدام ديالي دخلنا الهاتف بقينا رجالات سيحمد عثمان الحاج مصطفاء أكاش الله يرحمه سيحمد بن الطالب الحاج محمد العسكي الله يرحمه وآخرون طيب بن الشيخ سيحد والشيقر علمونا ولكن اليوم أنا غمشي وأنا كنفتخر أنه هناك قيادة جديدة لما تم انتخاب السيد الرئيس وكنعود نكررها وكنستطر عليها السيد الرئيس تم انتخابه وفي المؤتمر للستثنائي تسعود وعشرين كتوبر ألفين وسبعتاش ستاش ستاش وجاء نجاح اقتصادي مفخرة للبلاد وجاء باللجاحات وجاء التجمع الوطني الأحرار باش نقل التجربة ديال القطع الخاص شنو أهم مكين في التجربة سي الانتيسيباسيو الاستباقية لأن المقاولة كتدير دراسة المخاطر هذه الاستباقية دخلات الأمال السياسية وكانت الرغبة أنه أولا وقبل كل شيء هو استكمال بناء هياكل الحزب وذلك ما تم إذن أصبحنا آلة منتجة تتوفر على جميع الشروط الإنتاج إذن إحنا اليوم جينا لهذه الجامعة في نسخة ثانية ليس فقط للتكوين لمناقشة مجموعة من القضايا التي تؤرق الشابات والشباب لا أعرف ما حمنا التولي شيء ستاشر أتولي وقيلة ستاشر يعني ورشة ربعلاف ومئتين يتوزعون على ستاشر ورشة من جميع أنحاء المغرب سنستمع بكل هدوء لكن الإطار المرجعي هو مصار الثقة هناك صديق باحث قال لي أنا قريت مصار الثقة ولكن غفلته واحد الشيء قال لي الجانب السياسي الجانب السياسي حسمناه في التجمع الوطني الأحرار حسمينه منذ النشأة نحن لا نريد أن ندلوش نحن نفتخر بإشتغال في البلد في 2007 أخرج من الحكومة نقيت الرأس وبشيط البرلمان وبقيت خدام ومعندي مشكلة ومن بعد رجعت سي محمد فوسعيد الذي لم يكن معنا اليوم والذي نريد أن نصفقه عليه لأنه قام بدور الجبار في إعادة توازن المانية العمومية تجمع ليس بهذا الشكل التجمع أكبر من ذلك كالتجمع واعي بهموم تعقودات المجتمعات العصرية اجتماعياً اقتصادياً ثقافياً مالياً العلماء وكل مخاطرها إذن التجمع يحمل حلولاً عملية والمكان نرجع للبداية الخطاب ونوقف تطولت سمحوا لي لا هذا 12 دقيقة نزيد واحد بداية نكسل بين خيارين أن التجمع الوطني الأحرار اختار الطريق هو بناء هذا المجتمع الذي أردنا إلى الأجداد وردنا إلى القيادة الحزبية ونزيدهم للقدام إن شاء الله كلمة بسيطة وفي الأخير ونختم ونقول لها نوضو المعركة في المقاطعة وكانوا فرحانين وكسحابلهم شي حاجة وقل لي واحد الحاجة أن التجمع الوطني للأحرار ميكونوش غالطين محارب جيد لا يربح المعركة لكن يعرف كيف أن يعيش أن يضل بالروح وأن يضل حياً ليعيد الكرام الرجل الأخرى شكراً شكراً شكراً